السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة دعاء أبو سرداني من أكاديمية البشائر النموذجية في يوم الثلاثاء الموافق 5-5-2020 إن شاء الله اليوم نشرح آخر درس في المادة للصف التاسع في مادة الفيزياء وهو تمدد الغازات حكينا يا تاسع احنا الحصة الماضية عن تمدد المواد في الحالة الصلبة والحالة السائلة إن شاء الله اليوم بنا نحكي عن تمدد المواد في الحالة الغازية بنا نحكي عن تمدد الغازات يلا مع بعض طبعا احنا كنتنا بنعرف يا تاسع إن حالات المادة هي صلبة وسائلة وغازية وتكون قوة التماسك بين جزئات المادة أضعف ما يمكن في الحالة الغازية إذن قوة التماسك بين جزئات الغاز ضعيفة وأقل منها في الحالة الصلبة والسائلة يعني رح تلاحظ أنه أغلب المعلومات معلومات صافقة عند تعرض الغاز إلى ارتفاع درجة الحرارة كنتنا بنعرف لما نعرض الغاز إلى درجة الحرارة يعني أنت عند وضع البالون مثلا بالون منفوخ أنا دضعه تحت أشعة الشمس فلاحظ أن البالون ينفجر لماذا ينفجر البالون؟ البالون في داخله عبارة عن هوا عبارة عن غاز عند تعرض هذا الغاز لداخل البالون الهوا إلى ارتفاع في درجة الحرارة تقل قوة التماسك بين جزئات الغاز لما تقل قوة التماسك بين جزئات الغاز تصبح جزئات الغاز تبتعد عن بعضها البعض عندما تبتعد يتمدد الغاز ويزداد حجمه عندما يزداد الحجم الغاز في داخل البالون يضغط على جدران البالون فيولد انفجار البالون يضغط على جدران الغاز فيولد انفجار البالون أو مثلا عبوة نحكي نضع عبوة مثلا مزيل عبارة عن غازات وضعها في تحت أشعة الشمس حكينا أنه هذا الغاز مع ارتفاع درجة الحرارة يتمدد وعندما يتمدد يزداد حجمه يصبح يضغط على جدران البالون أو جدران وعاء الموضوع فيه فيؤدي إلى الانفجار العملية عكسية عند تعرض الغاز إلى تدني في درجة الحرارة يعني فعليا عند تبريد الغاز حكينا الحرارة هي عدو لقوة التجاذب بين جزيئات وعملية التبريد تزيد من قوة التماسك بين الجزيئات عند تعرض الغاز إلى تدني في درجة الحرارة تزداد قوة التماسك بين جزيئات الغاز لما تزداد قوة التماسك بين جزيئات الغاز وتقترب هذه الجزيئات من بعضها البعض يتقلص الغاز لما يتقلص يقل حجمه إذن عند تدني درجة الحرارة يتقلص الغاز ويقل حجمه لحد هون يا تاسع نعتبر أن هذه معلومات سابقة وقمنا على إعادتها إذن عند ارتفاع درجة حرارة الغاز يزداد حجمه وعند تدني درجة حرارة الغاز يقل حجمه إذن العلاقة بين درجة الحرارة والحجم هي علاقة طردية عندما يؤثر ارتفاع درجة الحرارة في غاز محصور أنا عندي غاز محصور وبيدي أرفع درجة حرارة هذا الغاز طبعاً إحنا بنعرف أنه الغاز بدي أدرس فيه ثلاث عوامل لما أعرضه لدرجة حرارة بدي يكون فيه عندي حجم وبيكون فيه عندي درجة حرارة وبيكون عندي ضغط لأنه الغاز يوجد فيه ضغط هذا الضغط يضغط على الجدران الضغط هو عبارة عن القوة التي تضغط على وحدة المساحة أنا لما بدي أدرس أحد هذول العوامل الثلاث أدرس كل عاملين مع بعض لازم أثبت العامل الثالث فرضاً بدي أدرس تأثير درجة الحرارة بضغط الغاز لازم أثبت حجم الغاز لازم أدرس حجم معين للغاز لما أدرس الحجم الغاز مع الضغط لازم أثبت هذا الغاز عند درجة حرارة معينة يعني هؤلاء العوامل الثلاثة التي يعتمد عليها الغاز عند دراستها بدرس عاملين عاملين وبثبت العامل الثالث إحنا إن شاء الله اليوم بدنا ندرس عامل درجة الحرارة مع الحجم لما بدأ أدرس درجة الحرارة مع حجم لازم أثبت ضغط الغاز يعني مع ثبوت ضغط الغاز إذن عندما يؤثر ارتفاع درجة الحرارة في غاز محصور يعني في حجمه يعني حجمه بدأ أدرس ارتفاع درجة الحرارة في الحجم يعتمد ذلك على درجة الحرارة وضغط الغاز نحكي اللي حكينا عند دراسة أي من هذه العوامل للغاز يجب تثبيت عامل واحد ودراسة اثنين معا احنا في درسنا اليوم ندرس الحجم مع درجة الحرارة حكينا العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية مع ارتفاع درجة الحرارة يزداد الحجم مع تدني درجة حرارة يقل الحجم ولكن هذه العلاقة صحيحة إذا كان الضغط الغاز ماله ثابت إذا كان الضغط هذه العلاقات صحيحة مع ثبوت ضغط الغاز نحكي هذه العلاقة صحيحة مع ثبوت ضغط الغاز إذن مع ثبوت الغاز وهنا مع ثبوت ضغط الغاز لازم أثبت العامل الثالث ودراسة اثنين معا فرضا عند دراسة علاقة الحجم بدرجة الحرارة يجب تثبيت ضغط الغاز إذا بأمكاني أن أحكي العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة المطلقة علاقة ترضي كيف يعني مطلقة؟ لاحظني يا تاسع هون رسمني رسم بياني العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة معنى المطلقة يعني درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة كيلفن يعني هذه الدراسة صحيحة ولكن عندما تكون درجة الحرارة بوحدة كيلفن لاحظ أن العلاقة ما بين الحجم كلما زادت درجة الحرارة زاد حجم الغاز كلما زادت درجة الحرارة لاحظت زيارة درجة الحرارة يزداد حجم يزداد حجم الغاز وهذا دليل أن العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة المطلقة يعني أن تكون درجة الحرارة بوحدة كيلفن هي علاقة طردية سميت هذه العلاقة التي تربط بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية نثبت العامل الثالث يعني هذه الرسمة صحيحة مع ثبوت ضغط الغاز إذن كمال مرة علاقة الحجم مع درجة الحرارة نحكي علاقة طردية ولكن مع ثبوت العامل الثالث ثبوت ضغط الغاز يعني هذا الغاز اللي أنا تشتغل عليه يكون ضغطه ثابت سمي هذا القانون الذي يربط العلاقة الحجم بدرجة الحرارة بقانون شارل نسبة طبعا إلى العالم الذي اكتشف ما هو قانون شارل قانون شارل هو أن حجم الغاز المحصور يتناسب طرديا مع درجة حرارته المطلقة حكينا يعني مطلقة يعني أن يكون بوحدة كيلفن مع ثبوت ضغطه وثبوت العامل الثالث إذن زي ما حكينا يا تاسع أن العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة بوحدة كيلفن سمي درجة حرارة بوحدة مطلقة له كيلفن علاقة طردية كل ما زادت درجة الحرارة زاد حجم الغاز ومع نقصان درجة الحرارة يقل حجم الغاز ولكن كل هذا مع ثبوت العامل الثالث وهو ثبوت ضغط الغاز عبر عن هذه العملية جميعها سميت بقانون شارل سميت بقانون شارل نأخذ ملاحظة قبل أن نأخذ قانون شارل رياضيا أنه عند تدني درجة الحرارة أنا تدني درجة الحرارة وصلت درجة الحرارة إلى السفر المطلق يعني سفر كيلفن هل يصبح الحجم هنا سفر؟ اسأل حالك يا تاسع سؤال هل عند تدني درجة الحرارة إلى السفر المطلق يصبح الحجم سفر؟ مستحيل أن يكون أو يمستحيل أن يتقلص مستحيل الحجم يساوي سفر مستحيل أن الحجم الغاز يساوي سفر الحجم يساوي سفر يعني اختفى الغاز إذن عند تدني درجة الحرارة يواصل الغاز تقلصه ولكن لا يمكن أن يصل الغاز إلى الحجم يساوي سفر فعليا مع تدني درجة الحرارة بتقلص الحجم بقل الحجم بس عند سفر مطلق مستحيل أن الحجم الغاز يساوي سفر مستحيل أن يتلاشى الغاز إذن ماذا يصبح للغاز؟ إلى ماذا يتحول؟ يعني قبل أن يصل إلى سفر مطلق يتحول إلى سائل لذلك أي غاز يحولون لسائل يعرضون لعملية تبريد إذن الغاز يتحول إلى سائل من عملية التبريد يحولون لعملية تبريد عند درجة حرارة معينة يتحول هذا الغاز إلى سائل مثلا غاز الأكسجين يتحول إلى سائل عند درجة حرارة سالب 183 درجة سلسيوس يعني أن غاز الأكسجين مع تدني درجة الحرارة يتقلص ولكن عندما يصل عند السالب 183 درجة سلسيوس فبكون أكثر حد للتقلص فيتحول إلى سائل طيب نعبر عن قانون شارل اللي حكينا أن علاقة بين الحجم ودرجة الحرارة المطلقة علاقة طردية نعبر عنه رياضيا نحكي حا 1 على دال 1 تسوي حا 2 على دال 2 ما المقصود بحا 1؟ حا 1 هو حجم الغاز الابتدائي يعني حجم الغاز قبل أن أعرضه لدرجة حرارة أو أعرضه لعملية التسخين دال 1 هي درجة حرارة الابتدائية حا 2 هو حجم الغاز بعد عملية التسخين وتعرف أن حجم الغاز بعد التسخين سوف يزداد دال 2 هو درجة الحرارة النهائية بعد تسخين الغاز زي ما حكينا درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة كيلفن حكينا فيه عندي قانون أخذناه مسبقا أن درجة الحرارة بوحدة كيلفن تساوي سيليسيوس زائد 273 هذا القانون يتم التحويل ما بين كيلفن من سيليسيوس لكيلفن أو من كيلفن لسيليسيوس إذن يجب أن تكون درجة الحرارة بوحدة كيلفن دال 1 كيلفن دال 2 كيلفن ويجب أن تكون وحدة حا 1 نفس وحدة حا 2 يعني إذا حا 1 متر مكعب حا 2 متر مكعب إذا حا 1 لتر حا 2 لتر واضح يا تاسع؟ يجب أن يكونوا نفس الوحدات إذن يا تاسع لتحويل درجة الحرارة من سيليسيوس إلى كيلفن نستخدم هذا القانون إنه كاف تساوي سيليسيوس زائد 273 وحكينا أن الحجم وحدة حا 1 يجب أن تكون نفس وحدة حا 2 إذا حا 1 باللتر حا 2 باللتر متر مكعب متر مكعب سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة بوحدة الكيلفن وبننا نحكي أن اللتر هي نفسها المتر مكعب اللتر هي نفسها المتر مكعب خلينا نحل مع بعض مثال مثال سبعة أربعة صفحة ثلاثة وتسع خلينا نطلع المعطيات غاز محصور حجمه 2 لتر حكينا غاز محصور حجمه 2 لتر يعني هذا الحجم قبل أن يتعرض إلى التسخين يعني حا 1 تساوي 2 لتر عند درجة حرارة 27 درجة سيليسيوس هذه درجة الحرارة الابتدائية وتسمى دال 27 درجة سيليسيوس سخنا حتى أصبحت درجة حرارته 327 درجة سيليسيوس إذن هذه درجة الحرارة النهائية بعد التسخين وتسمى دال 2 327 درجة سيليسيوس كم يصبح حجمه علما بأن ضغطه بقي ثابت إذن هذا على قانون شارل له العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة مع ثبوت ضغط الغاز إذا بدنا حا 2 قبل أن نبدأ في حل على قانون شارل لازم نتأكد أن درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة سيليسيوس حكينا القانون هو كالفين تساوي سيليسيوس زائد 270 نحكي دال ننحول أولا دال 1 يلا كاف تساوي السيليسيوس هي عبارة عن 27 زائد 273 نجمع على جنب يا تاسع 273 زائد 27 ثلاثة زائد 17 178 19 1 و 2 3 إذن دال 1 تساوي 300 كيلفن حولنا درجة الحرارة ابتدائي لكيلفن لأن يجب أن تكون درجة الحرارة بوحدة كيلفن نشوف دال 2 تساوي 327 درجة سيليسيوس دال 2 تساوي 327 درجة سيليسيوس زائد 273 نجمعهم على جنب 327 زائد 273 7 زائد 13 1 و 2 3 و 7 1 و 3 4 و 5 6 إذن دال 2 تساوي 600 كيلفن إحنا هو بنكون حولنا درجة الحرارة إلى وحدة كيلفن وعندي الحجم الأول بوحدة لتر إذن إجباري أنه يطلع عندي الحجم الثاني بوحدة اللتر وبتوقع أنه يكون الحجم الثاني أكبر من الحجم الأول لأنه تعرض إلى عملية تسخين لأن العلاقة بين درجة الحرارة والحجم علاقة طردية حا 1 على دال 1 تساوي حا 2 على دال 2 يلا يا تاسع الحجم الإبتدائي هو 2 على دال 1 حسبناها 300 كيلفن تساوي حا 2 مجهولة على دال 2 حسبناها 600 كيلفن نضرب ضرب تبادلي 300 ضرب حا 2 تساوي 2 ضرب 600 نقسم على 300 نقسم على 300 هاي بتروح مع هاي حا 2 تساوي خلينا نختصر الأصفار أحسن صفرين مع صفرين 2 ب6 12 على 3 إذن حا 2 تساوي 4 ما وحدة حا 2 وحدة الحجم الثاني نفس وحدة الحجم الأول وهي لتر لاحظ يا تاسع إن حا 2 أكبر من حا 1 وهذا دليل أن العلاقة بين العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية إذن هذا دليل أنه كل ما زاد درجة الحرارة تعرض الغاز للتسخين سوف يزداد حجم الغاز إن شاء الله هاي آخر حصة بالفيزياد إن شاء الله هيك بنكون ختمنا المادة وبالتوفيق للجميع يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر